مجزرة المروعة ارتكبها النظام بحق الأهالي وحاول طمس آثارها بأبار ريف حلب المحرر هي مشاهد مأساوية اكتشف حقيقتها الجيش السوري الحر أثناء قيامه بتحرير القرى الواقعة على خط معامل الدفاع خناصر وهي قرى القبتين وحقلة وأم عمود صغيرة وكبيرة واصماد والبوز والجبين ورسم النفل وحجيرة والرشادية ورسم سيالة والقرباطية أوريانت نيت التقت عبدالله الجلوس أحد الموثقين والشاهدين على هذه الجرائم حيث أكد أنه تم العثور على خمسة وثلاثين شخصا معظمهم أطفال ونساء في قرية جنيد جثثا هامدة فيما تم اكتشاف سبعة جماجم لعائلة واحدة من أصل التسعة في قرية جنيد أيضا وهي محترقة ومتفاحمة بينها جثة لطفل عمره ثلاثة أشهر وفي قرية حقلة تم اكتشاف بئر يحوي على عشرات الجثث لمدنيين عزل من نفس القرية وهي مكبلة معصوبة العينين وتم إخراج عشرة منها إلى الآن المتحدث أشار إلى أنه سمع من شهود عيان أنهم شاهدوا عناصر قوات الأسد تقوم بآدام كل شخص يمر بالقرية وترمي جثته بالبئر الموجود في مكان تواجد هذه القوات أما في قرية الرشادية أضاف عبد الله لقد تم اكتشاف عائلة بأكملها محروقة ومتفاحمة وفي قرية رسم النفل تم العثور على مئتي جثة في آبار تعود للمجزرة التي تناقلتها وسائل الإعلام سابقا وهي تحتاج لفرق من الدفاع المدني لاستخراجها وتوثيقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر